مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم مصفا حاجة جدا روعة اللي هي الحلوة الحمراء والحلوة الحضرامية واللي نسميها في عدن الحلوة الصوري بس اختلاف بسيط فيه بالحلوة الصوري وحاجة جدا روعة أكيد الحلوة كثير من البلدان يعملها ولها أسماء كمان اكتبو لي أنتم من فين من با من أي بلد وكمان إذا تعملوها أو لا اكتبو لي كمان في التعليقات جدا روعة ما عليكم بس اللي تعملوا للقهوة القشر او اي قهوة طبعا نحن فعدا نعمل الغداء داك الصيد والمطفاية وناكل كده وبعد كده نحلي نعمل قهوة القشر ونجيب اللي الحلوة وناكل وقول بسم الله وخلونا نبدأ بالمقادير هنا عندي كوب سكر ونفس الكوب ماء يعني السكر والماء نفس المقادير تكون اطلع على النار يغلي عشر دقايق هذي الشيرة الان نجيب هنا عندي ربع كوب من النشأ وربع كوب من الماء وكمان صبغة الطعام اللي هي نفس صبغة الزعفران البرتقالي الناري او الاحمر الناري زي ما نقوله خلاص دوبوني تمام تمام الان شوفوا كيف دابت وكيف قوامه هكذا يكون قوامه الان بتكون قدلة الشيرة او السكر له عشر دقايق خلاص الان ببدأ اضيف خلطة النشأ اللي عملناها مع الماء والصبغة وابدأ اقلبه لازم شوفوا الان تبدأ مرحلة التقليب ياخد وقت تقريبا ياخد نحن كمية لانه شوية اخد مني قولوا عشرين دقيقة او خمسة عشر دقيقة واني اقلب الان لازم شوفوا تقسوا تقلبوا تقلبوا يرجع ايش يرجع شوية الخليط يتقلب نفس كده الان بتغيروا غيروا المسلك تمام وابدأ اضيفوا الزيت نضيف الزيت بالتدريق ربع كوب زيت بضيفوا على ملعقة ملعقة لما واخلط لما يختفي الزيت طبعا ما عاد ينفعش هذا الخلاط اللي يدوي ما عاد ينفعش قوبه ملعقة خشب خلص ملعقة خشب ونبدأ الان مرحلة العصيد يرجع لا مرحلة الخلط يعني يكون ثقيل شوية وتبدأوا تضيفوا قالت لكم الزيت ربع الكوب الزيت بالتدريق ملعقة ملعقة وتخلطوا الان باضيف المنكهات عندي شوية من الهيل وقبصة بسيطة من القرونفل حاجة بسيطة لا تذكر وكمان قوزة طيب متشوش تحطوا قوزة طيب لا تحطوش وما كاني اقلص بالتقليب لازم على نار متوسطة هادئة اضيف الزيت لما اخلص ربع الكوب الزيت لازم اخلصه كامل واجلص احرك لما تحسوا انه كده قوام الحلاوة او الحلوة كده تحسوها يعني نفس حق برع شفتوا نفس حق المحلات اللي تشتروها هي كده والزيت بدأ يفصل يعني الزيت يخرج من الحلاوة شفوا الزيت اني خلاص كملت الزيت كامل وقبلست اضيف كمان لما خلاص حسيت شفوا الان بتلاحظوا انه الزيت مهما اضيفه بدأ يخرج يعني ما ينخلط مع الحلاوة خلاص بدي المرحلة ان الحلاوة استوت تمام ايش بسويه لازم نتخلص من الزيت اللي موجود شفوا الزيت المتبقي اتخلص منه قدر الامكان عادي لو ما يعني بقى شوية بس حاولوا انكم تنزلوا طبعا اذا الكمية كبيرة بتحاولوا تنزلوا بالملعقة او ملعقة الشرباء لكن انه اني كمية قليلة عادي كده سكبت على الكوب على طول اخر حاجة بضيف ملعقة سمنة صغيرة ملعقة صغيرة سمن وخلوها تدوب تمام الان شفوا عندي زي النكهة شفتو زي الفانيليا بس بنكهة الهيل اضفت هادي اذا مش متوفرة معاكم لا اضفواش اني معايا هادي بحط لكم يا تصورته بالمنتدى قلبوها كده شوية وتكون جاهزة حاولوا انه على طول تسكبوها بالصحون او اذا معاكم معدين او عندكم زقاق عادي المتوفر معاكم بس اني شفوه لانه مع التصوير شوية بردت عليها قبل يعني لما قلت احطه بردت شوية ولا هي تكون شوية سائلة حاجة بسيطة ما تكون سائلة كتير ولا متماسكة مرة بس انه شوية مع التصوير هي بردت علي ولا هي دايما تنحط كده تحسوها شوية سائلة بسرعة تنزل بعدين هي تمسك نفسه في القالب يعني في القالب ترجع زي كده زي ما نزلته عرفتوا كيف بعد كده زينوها عندكم مكسرات زي ما تحبوا او ممكن سادة باللوز بس وبعد كده خلوه كده شوية ترتاح يعني تبرد قليل لانه تكون حامية اكلوها وهي دافية وحضروه كده قهوات القشر او اي قهوة عندكم يا السلام طبعا هادي عملتي اليوم وهادي عملتي امس الفرق بينهم شوفوا حتى لونه يتغير يعني ثاني يوم شوية ترجع يعني مع التمل حلاوة يعني شوية يعني تصير نفس كده اللون عرفتوا هذا الفرق وتكون شوية يعني متماسكة اكتر طبعا نحن نصخنه بالمكرويف نحميها او على النار شوية وكده ناكله مع قهوة القشر كده نشرب معاها يا السلام حاجة قد الرعا قربوها واكيد الي يعرف هادي الحلاوة يعرف اني اقصد علي ايش لازم تقربوا هادي الطريقة جدا سهلة واني عملت لكم اياها بكمية قليلة علشان تقربوها وان شاء الله تضبط معاكم واذا عقبتكم ضاعفوا الكمية او زودوها طبعا ايش فرق بينه وبين الحلوة السوري السوري اظن انه يكرموا له السكر السكر يوصلوني اللون شوية بني حتى تلاحظوا السوري فيها شوية لدعا مرارة حاجة بسيطة قد الرعا سخنوها كده وكلوها طبعا باكلمكم حاجة اذا المرات النشا يكون مختلف من نوع الى نوع اذا حستوا انه اول مرة عملتوها كانت كتير سائلة مش متماسكة اعرفوا انه النشا نوعه خفيف يعني قليل كان معاكم الربع كوب شوية غيروا نوع النشا او زودوا كمية النشا عادي كله يتاكل بس انتون بتوصلوا قوامع على حسبة نوع النشا مرات يعني اذا حستوا انه خفيفة اعرفوا انه النشا نوعه خفيف يعني مش نفس النوع اللي انا استخدمته وان شاء الله تقربوه ويطلق حاجة قد الرعا والان خليني ااخدكم لمشوار هنا رحت اظن كان تسوق الشامل اظن او اي محلات في الرياض بتلاقوه هذا اللي هو جهينا معطر الارضيات او ملمع الارضيات رعا انا احب هذا الفل والياسمين اقولكم لما تعملوا تمسحوا الارض بعدين تبخروه كأنكم مخدرة ايش ريحة البيت يقنن احب كمان العود ريحة العود احبه كمان المجالس حق الرجال يعني صلاة الرجال وكده المجالس ايش روعة قربوه هذه يعني الماركة روعة احبه كتير وهنا رحت كمان هوم سنتر اني احب هوم سنتر تعرفوا كمان احب كيف المواعين والسامان والقرابيع حق البيت طبعا كنت ادور نفس هذا لون ابيض بس ما لاقتش الا زبدية بس هدية هوم سنتر رحت عشان بقولكم عشان ايش رحت ااخد ايش كان وقته تخفيض في هوم سنتر بس الاطباق عنده تقنن زي الابيض هذا كنت ادور صحن كبير فما لاقتش يعني كان في عروض في هوم سنتر وكمان اني صراحة احب اشتري من هوم سنتر على الموقع احب اشتري وهنا تقننت على الخشبيات عنده كل الاحقام كل مرة اقي الاقي يعني ما لاقش كده الكلكشن كامل لكن دلمرة لاقيت ما شاء الله احقام طبعا الاسعار مش يعني حلوة 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 لكن يعني اللي معا يعني مبون يروح يفضي فلوسه هنا طبعا اخد زي كده اني وعجبني الصراحة طبعا ما بفتحيش بس بخليها للزينة اني برويكم ايش وهادي حق الموز شوفوا نحنا معانا نفسه في بيتنا واني كمان معايا برويكم ان شاء الله اياها حقيق معايا بس غير كده شكل وهنا اكواب اشكال وانواع بس شوفوا اني ايش بتضحكوا علي رحت هوم سنتر عشان ايش تعرفوا عشان ايش رحت هوم سنتر الان برويكم رحت عشان اشتري هادس مصفا المصفا حق الشاهي والله رحت عشان كده بعد كده رحت ايكا الحب يعني في احد ما يحبش ايكيا مستحيل تقريبا شوفوا كل الحبايب قن بعض زي الحافة الوحدة اللي عايشين قيران قن بعض وانتم تحبوهم ايكيا ساكو هوم سنتر ونايس عندي قن بعض واكسترا اظن مش عارفة فين في الرياض بس كلهم قن بعض يعني اروح من هنا لا هنا لا هنا خاص معدشتش اخرج من هاداك المكان يا حظ اللي عايش هناك والله هذا المطبخ عقبني وعقبني الدرج اللي هو تحت الغاز بس والله بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتز حلو منكم